اهلا بكم مشاهدنا من جديد البداية دائما من الشأن المحلي حيث اظهر تقرير عقاري ان البحرين كانت من اقوى اسواق المنطقة خلال الاشهر الاثني عشر الماضية من حيث مشاريع البناء ومنح عقود الانشاءات وتوقع التقرير صادر عن مؤسسة ميد للدراسات والبحوث الاقتصادية ان تشهد شركات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تحسدا ملحوظا في ادائها خلال العام الجاري 2017 خاصة وان المنطقة لا تزال توفر فرصا ضخمة لشركات المقاولات على الرغم من التباطئ الحاصل في الانفاق على المشاريع بسبب تدني اسعار النفط وبحسب تقرير ميد مشاهدنا فان كافة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتخفيف عبل انفاق الرئيس مالي على الخزانة مما سيخلق فرصا جديدة في العام المقبل تستعد شركة طيران الخليج لانضمام اولى طائرات النقلة الوطنية لمملكة البحرين بوينغ 9-787 دريم لاينر التي ستقوم النقلة باستلامها في شهر ابريل من عام 2018 وستستخدم الطائرة الجديدة في تشغيل الرحلات الطويلة المدى والتي ستستبدل بها النقلة طائراتها الاربوس A330 وستستلم طيران الخليج خمسة طائرات من طراز بوينغ 9-787 دريم لاينر خلال العام المقبل 2018 إضافة إلى استلامها تبعا لطائرتين إضافيتين من نفس الطراز في العام 2019 وثلاث طائرات مع نهاية العام 2020 وتتسع طائرات طيران الخليج البوينغ 9-787 دريم لاينر لمائتين واثنين وثمانين مقعدا وزعين على مقصورتي الطائرة درجة السقر الدهبي التي تضم ستة وعشرين مقعدا ومقصورة الدرجة السياحية التي تضم مائتين وستة وخمسين مقعدا الجدير بالذكر مشاهدين أن شركة طيران الخليج تعول على طائراتها الجديدة لامتلاك أحد أحدث الأساطيل في المنطقة حيث تعتبر طائرات البوينغ 9-787 دريم لاينر عائلة جديدة من الطائرات التجارية ذات الكفاءة العالية التي تجلب العديد من المزايا إلى سوق الطيران منها السرعة المتوقعة من الطائرات الكبيرة وإفرن في الوقود بنسبة 25% وانبعاثات أقل بنسبة 20% من تلك الطائرات التي تستبدل بطائرات البوينغ ولعن المشاهدين نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملة الخليجية والعالمية نوصل النشرة من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4558 نقطة بارتفاع طفيف نسبة 0.79% عن معدل الإقفال السابق طبعا مدعوما بنشاط أسهم قطاعات العقارات والطاقة أما بالنسبة إلى سوق دبي المالي فقد أغفر المؤشر العام مشاهدين عن مستوى 3440 نقطة بزيادة كبيرة نسبتها 0.75% مدعوما بقوة التداول على أسهم قطاعات الخدمات والعقارات والإنشاءات الهندسية أما بورصة قطر فقد أغلقت عن مستوى 10.110 نقطة بصعود نسبة 0.46% فيما سجلت بورصتي السعودية والكويت تراجعا ملحوظا متأثرة بنشاط أسهم قطاعات المواد الأساسية والصناعة أما بالنسبة لبورصة البحرين مشاهدين فكانت البورصة قد أعلنت أنها ستحطى أعمالها رسميا أثنين بمناسبة عيد الحمال على أن يعاود العمل بالبورصة اعتبارا من الثلاثاء الثاني من مايو الجاري شكرا